السيس رضا يمكن بعد أمامنا أربع دقائق لكن كشخص أجيت من الأراضي المقدسة والاهتمام تبعه هو الأركيولوجي والخلفيات الحضرية طبعا دائما نسمع عن مخطوطات قمران وطبعا على فكرة في اكتشافات حديث اللي هي صفائح ذهبية بتعود للقرن الأول في آيات كتابية عندنا في سجن عم بيعملوا إصلاح في السجن اكتشفوا آيات على فسيف السقف الأرضية نفسها يسوع المسيح ابن الله فإذا كل يوم الاكتشافات عم بتأكد صحة ودليل الكتاب المقدس إيش عاوز تختملنا في هذا الصدد السيس رضا معانا أربع دقائق يعني تفضل الأربع دقائق اللي عايزة أقولها هي إنت إيه موقفك من كتاب المقدس إنت إيه موقفك من كتاب المقدس ده الشيء المهم اللي أنا حابب أنك إنت توقف عنده في هذه الفرصة أنا عايزة أقول لك الآن ممكن جدا ترفض الكتاب المقدس ما فيه ناس كتير جدا بترفض النهاردة حتى أنها هتاخد اللقاح بتاع كوفيد نانتين وبيعملوا مظاهرات مظاهرات أنا بعض حين بأذهل من الأمر بإمكانك أنك إنت ترفض الكتاب المقدس لكن الكتاب المقدس يعلمنا ما يجب أن يؤمن بالإنسان فيما يختص صلى الله عليه والواجب الذي يطلبه من الله أنا عايزة أقول لك اقبل الكتاب المقدس كسلطة عليا لكي تخلص به سلطة الأولى والأخيرة اقبل الكتاب المقدس بوداع بدل أن تضع فحصك الكتاب المقدس تحت فحصك وإنت المحدود تعال بابتضاع أمام الله اقبلوا بوداع الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص إيمانكم أن تخلص نفوسكم في طربة صخرية في طربة الطريق لكن النهاردة أنا عايزة أقول لك الرب بيقرأ على باب قلبك والرسول بوليس بيقول لست أستحي بكلمة الله لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص اسمعني من فضلك في آخر لحظات كلمة قوة ديناميس اللي جات منها كلمة دينامو الكتاب المقدس متحرك الكتاب المقدس ليس ساكن الكتاب المقدس هو قوة الله للخلاص عشان كده يقول بوترس مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية قادرة أن تخلص نفوسكم الكتاب المقدس ليس كتابا قديما عفى عليه الزمان لكنه كائن حي كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف زي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته اشتركوا في القناة